اشتركوا في القناة الاناث انا الدكتور رافع اماد من قناة نفض الطب العراقي واليوم عندنا حلقة خاصة عن التوحد طبعا من اول ما بلشنا القناة والناس تقول لي دكتور حتيننا عن التوحد ولان موضوع طويل وما نقدر نغطيب هاي الحلقات البسيطة اللي دا نسويها لليوتيوب شا ندائج للموضوع بس اقترحنا احنا كفريق العمل انه نقسم الحلقة الى جزئين راح نعرض جزء الاول اليوم والجزء الثاني ان شاء الله راح يكون يوم الاحد فخليكم ويانا اهلا وسهلا بكم مرأة ثانية التوحد مو مرأة واحد والاسم المضبوط هو اضطراب طيف التوحد ليش؟ لانه التوحد هو مجموعة من الاعراض ممكن تختلف من مريض للثاني لهذا ممكن نشوف مريض بالتوحد ممكن يعيش حياته بشكل طبيعي وما يحتاج مساعدة هواية ومريض ثاني ما يقدر يقوم بابسط الفعاليات الحياتية ويحتاج مساعدة بكل شغلة يسويها مشاكل المصابين بالتوحد تشمل صعوبة التواصل قلت القدرة على التعلم وفهم الاخرين قلت القدرة على فهم مشاكل المجتمع وتصرفات المجتمع والامور اللي بسيطة اللي احنا ناخذها كتعبيرات حتى السلام حتى البي باي همين ما يقدرون يستوعبوها وهم اصلا بداخلهم ما يقدرون يفتهمون مشاعر الاخرين وما يقدرون يفتهمون مشاعرهم هلشي يخلق مشكلة بانه هم اصلا ما يقدرون يوصلون مشاعرهم والمشكلة مزدوجة تكون لما ما يقدرون يفتهمون مشاعر الاخرين فلهذا يصير بعد من افراد المجتمع عنهم يحسوهم بعيدين كلش ومختلفين عنهم هواية قبل ما نبلش بكل هاي التفاصيل خلونا نسولف شوية بالتاريخ كلمة توحد أو أوتزم تم استعمالها أول مرة من قبل طبيب نفسي ألماني الوصف درجة متقدمة من انفصام الشخصية أو الشيزوفرينية وكان يقصد بيها انفصال المرير عن الواقع بدرجة كبيرة وعيشة بالأحلام والهلوسات أكثر من عيشة بالواقع لكن بالستينات غير علماء النفس البريطانيين هذا الاعتقاد من خلال دراساتهم واكتشفوا أنه بالعكس وعكس الاعتقاد الأولي أنه مرة التوحد ما يعيشون بتخيلاتهم وبالعكس هم ما يعيشون الواقع بأدق تفاصيله ووحدة من أبرز هذه الدراسات كانت عام 1972 وبيها تأكد بالدليل القاطع أنه مرضى التوحد يعيشون التفاصيل الواقعية ويركزون عليها بشكل كلش كبير وبالعكس عندهم قلة أو ضعف بالقدرة على التخيل وهلش يغير كل المفهوم اللي كنا نعرفه أو المفهوم الأولي عن التوحد كيز مرضى التوحد العالي على جزء واحد من الواقع وإهمال بقية الجوانب ممكن يفسر ليش بعضهم متميزين بالرسمة بشكل كلش كبير بينما ما يقدرون يفتهمون أبسط الجمال اللغوية أو سبب قدرتهم على الحساب والعمليات الحسابية بشكل مبهر وأكثر من الناس اللي مقبولين اجتماعيا ودرجة ذكاءهم عالية بينما نفسهم هذولة ما يقدرون يفتهمون أبسط الأوامر الاجتماعية حسب الـ ICD-10 وهو التصنيف العالمي للأمراض النفسية ينقسم طيف التوحد إلى أولا مرض التوحد وهو الأكثر شيوعا اثنين ريت سندرام وهو واحد من الأمراض الوراثية ثلاثة أسبرغر سندرام وهو يكون ملازم ويا أعراض انفصام بالشخصية الـ PDD اللي راح تكون مستمرة وتزيد مع العمر والـ CDD اللي راح تكون أعراض توحد ما تكون واضحة من أول سنتين ويتطور الطفل طبيعيا وبعدين بعد السنتين يبدي فقط القدرات وحدة وراء الثانية تنقسم أعراض التوحد لثلاث أقسام رئيسية الأولى هي المهارات الاجتماعية والثانيا هي التواصل وثالثا هو أنماط التصرف الخاصة المهارات الاجتماعية يلا تكون صعوبة بالتعرف على أسمائهم بعد سنة من عمرهم صعوبة بفهم مشاعر الآخرين صعوبة بفهم مشاعرهم هم ونفسهم يغضبون بسهولة وببساطة على أبسط الأشياء وممكن يزيد غضبهم إذا حاول شخص أنه يهديهم حوالي أربعين بالمئة من مرضى التوحد ما يقدرون يحجون وثلاثين بالمئة منهم بالبداية يتعلمون يحجون وبعدين يفقدون القدرة على الكلام البقية اللي يقدرون يحجون ويتواصلون يكون كلامهم بنبرة وحدة يعني ما يعلم ولا يوطى حسب المشاعر الشغلة الثانية أنهم ما يفتهمون الحركات الاجتماعية البسيطة اللي إحنا نسويها مثل الباي باي والهلو ما يقدرون يفتهموها ولا يقدرون يردون عليها ولا يتفاعلون وياها يختلف مرضى التوحد عن أقرانهم وبتصرفاتهم المتكررة والغريبة مثل التصفيق والصراخ والقمز اللي المتكرر واللي أحيانا يكون مزعج لبقية الناس شغلة ثانية أنهم يركزون على جزء واحد أو على شغلة واحدة ويهملون بقية الأمور ممكن هو يشوف بإيدك ساعة يجي يركز عليها ويتفحصها بشكل غريب وأنت تقول هذا ليش الشكل اللي يسوي أو ممكن يركزون على لوحة أو قطعة فنية ويهملون كل شي حولها وممكن ما يسمعوك وأنت ده تحتي وياه لهنا نينتهي القسم الأول كلامنا عن مراضي التوحد بالحلقة الجاية رح نحتي عن أسبابه وعلاقة اللقاح به وكيف نحمي أطفالنا من مراضي التوحد إذا عجبتكم هذه الحلقة تفرجوا الحلقات السابقة وإذا عجبكم برنامجنا اشتركوا يعنا بالقناة أو دعناكم اشتركوا في القناة